أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بنامج هنأشنا صح حشان بإذن الله حياتنا كلها تبقى صح النهاردة معنا المستشار القانوني فكري تامر أبو شنب حينقشنا في حاجات قانونية مهمة جدا منورني ومنور مدينة الإنتاج الإعلامي أهلا ومحضرتك منور الدنيا معنا المستشار والله يعني مستدفق النهاردة عشان في حاجات قانونية مهمة جدا بيحتاجيني إن احنا نعرفها منك ونوعي شعبنا ونستفصل على حاجات مهمة جدا 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 منك أعرف المشاهدين في الأول بيك المستشار القانوني فكري تامر أبو شنب حاصل على درجة الليسانس في الحقوق بتعديل عام جايد جدا مع مرتبة الشرف إن شاء الله دفعت 2021 ثم بعدها الحمد لله ربنا كرامه قويت في دبلوم الدراسات العليا في القانون العام والحمد لله اكتستاهوا ثم بعد ذلك قويت السنة اللي اتليها مباشرة في دبلوم الدراسات العليا للعلوم الإدارية ليعادلة درجة الماجستير في الحقوق ما شاء الله شادتك حاجة كبيرة جدا حاجة فخامة يعني معاني المستشار فخامة ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يعني الدكتوراء في القامة القادلة إن شاء الله ربنا يا فأبو التامل الدكتوراء بطاعتك على خير عايزين يعرف منك الجرائم المستحدثة في الواقع العملي الجرائم المستحدثة هو في حقيقة الأمر إن الجرائم المستحدثة في الوقت الحالي يعني لحد 2018 كان فيه عجزة عشرية كان فيه بعض الأفعال التي ترتكب من بعض الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولم تكن مجرمة يعني لم تدخل من نطاق التجريم أوكي ما كانتش جريمة فالفعل بيتم قيام به دون أن يكون جريمة مش داخل نطاق الإجرام يعني ما كانتش في الإطار ده آه ما كانتش داخل نطاق التجريم وفكا لمبدأ الشرعية الموضوعية التي يتمثل في أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فالمشرع المصري موفقا طبعا الحمد لله استجاب لندقات الفقهاء هو استوعب الجرائم اللي بتحصل دي ومدى خطورتها على المجتمع المصري فتصدى وتدخل عام 2018 دي السعرية آه جرام تكنية المعلومات بموجب نص القانون 100 القانون رقم 175 لسنة 2018 والقانون دي عالج برضو الجرائم السب والقصف عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعني في عقوبة ده في عقوبة مشددة كمان عقوبة مشددة للسب والقصف عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبالأخص إن كان موظف عام بقى وبالأخص إن كان موظف عام ده من درجة خطورة تلك الجريمة المشرع المصري هي جنحة جنحة من كتر خطورة تلك الجريمة وأنها بتسبب ضرر نفسي ومعناوي للمجن عليه المشرع المصري جعل اختصاص للجنحة دي تنظرها محكمة الجنات استثناءها عن القاعدة العامة يعني محكمة الجنات بتنظر الجنات فاستثناءاً خليها تنظر الجنحة دي وفقى لنص المادة 216 من قانون الإجراءات الجناية التي تنص على أن تختص محكمة الجنات فكل فعل يعض بمكتدى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو عن طريق النشر والسبب والقصف عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتكون عن طريق النشر جنات تنظروا عكمة الجنات على طول جنات على طول كيفية التطعن على الحكم الجنات إزاي أطعن على الحكم الجنات والله إحنا هنا هنفرق بالنسبة للجنح هنفرق بمين حاجتين بالنسبة لأحكام الغابية في الجنح بطن عليها عن طريق إجراء يسمى المعارضة خلال عشر تيام من تاريخ صدور الحكم الغيابي بطعن عن حاجة اسمها المعارضة المعارضة ثم بعد ذلك إن مثلا المتهم لم يرتضي بالحكم الغيابي ولا بحكم المعارضة يحقلوا الطعن الطعن بالاستقناف الاستقناف ده بقى الحكم الذي يصدر محكمة الاستقناف يكون حكم نهائي حكم نهائي خلاص يعني الاستقناف بيبقى حكم نهائي خلاص واجه بالنفاذ آه وإن بقى مرتدتش بالحكم محكمة الاستقناف بطعن عليها قدام محكمة النقد بس محكمة النقد لأسف لم تتطرق للموضوع بتبحث عن مدى قانونية الحكم هل الحكم الذي صدره من محكمة الاستقناف هل يتوافق مع القانون من عدم بس كده وبالنسبة بقى لأحكم حكمة الجنات حكم حكمة الجنات قبل شهر يناير 2021 كان حكم حكمة الجنات مجرد موزر حكم حكمة الجنات يكون نهائي واجب النفاذ فور نهائي خلاص بطعن عليها قدام محكمة النقد محكمة النقد ده لسا الدرجة من درجات التقادي وإنما هي بس هي بتبحث مدى قانونية الحكم فقط بس لم تتطرق للموضوع لم تتطرق بالضبط كده اللي بقى الحمد لله جيت عديل تشريعي في يناير 2024 بموجة القانون رقم واحد لسنة 2024 نص على أن محكمة الجنات يمكن أن تستقنف لتعديل التشريعي الجديد لتعديل الجديد بالضبط كده حكم حكمة الجنات العامة حالة المتهمة لحكمة الجنات حكمت عليه مثلا بالسجن المشدد يجوز للمتهم أن يكون باستقناف هذا الحكم أمام محكمة الجنات المستقنفة ما شاء الله عليك معلوماتك سمينة معلوماتك سمينة وضقيقة إيه أوجه التخفيف التي يمكن أن تتباح المحكمة على المتهم رغم ارتكابه الجريمة يعني هم ارتكبها هتخفف الحكمة تمام والله وابص حضرتك هو قانون الإجراءات الجنائية فرق لنا ما بين حكتين فيه أوجه تخفيف جوازي يعني المحكمة محكمة الموضوع هيئة المحكمة الموقرة تتمتع بسلطة تقديرية 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 هو ونصيب هي وسلطتها يعني حسب سلطتها على حسب ما هي شايفة الوقعة يعني مثلا نص المادة 55 من قانون الوقوبات نص المادة 55 ده بيتكلم عن وقف تنفيذ العقوبة وقف تنفيذ الحقوبة بمعنى إيه إن أنا مثلا في مواد الجنايات أو الجنح لو هيئة المحكمة الموقرة حكمت بسنة في أقل على المتهم يجوز إن هي توقف تنفيذ العقوبة بس في بعض الحالات مش في كل الحالات إذا رأى إيه إذا رأيت أن من أخلاق المحكم عليه أو من سنه أو من ظروف أو من الأحوال وظروف وملابسات الأحوال التي ارتكب فيها الجريمة يبعث الاعتقاد لدى المحكمة أنه لن يعود إلى مخالفة القانون مرة أخرى بس ممكن يخفف ممكن يخفف بقى لو وجد إن أخلاقه وسنه وإن هو يبعث الاعتقاد إن هو إيه استثناءات بس مش أكيد مش أكيد هو هي و هي بسلطة المحكمة التقديرية هو وظروفه هو وظروفه وحظه بقى مع العلم إن الوقف التنفيذ دى بيكون خلال ثلاث سنين أوكي لو أنت بقى عملت في بعض الأفعال خلال الثلاث سنين دى ممكن وقف التنفيذ تلغي يعني مثلا لو ارتكب مثلا جريء فعل يعد جنحة أو جناية خلال الفترة دى وقف التنفيذ بتلغي آه وقف التنفيذ بتلغي فورا يعني في ساعتها في ساعتها آه فيه برضو أوجه تخفيف تانية نصت عليها المادة 17 من قانون العقوبات بس دى بقى مقصورة على الأفعال التي تعتبر جناية فقط والنص المادة دى بيقول أن في مواد الجنايات إذا اكتضت أحوال الجريمة التي أكيمت من أجلها الدعوة العمومية تستأهل أو تستحق رقفة الكضاء فيجوز للسيد القاضي أن ينزل بالعقوبة درجة أو درجتهم على سبيل المثال مثلا مثلا على سبيل المثال مثلا أخي مثلا دخل البيت لقى مثلا أخته مثلا في وضع مش تمام مع حد تاني مثلا تمام فقام بقتلها هي واللي معاها بقتلها عقوبة القتل إيه؟ الاعدام أو السجن المؤبد تمام ممكن القاضي بقى هنا يراعي مشاعر الأخ الأخ بقى تمام وينزل بالعقوبة بدل السجن المؤبد ممكن ينزل السجن المشدد أو السجن يراعي المشاعر النفسية بتاعته طبعا هيحط نفسه مكان ومشانتو بيه ساعتها يبقى في حالة جنونية مش عارب يتصرف الزي بالزبط كده لأن الوضع هيبقى موضوع كبير خارج عن قرط طبعا خارج عن قرطه طيب عايزين نعرف من حضرتك أكبر محكمة في مصر أكبر محكمة في مصر أكبر محكمة في مصر هو شو فيه؟ أنا أقول له حضرتك على حاجة هو فيه تلات أعمدة من عندنا أعمدة عندنا في مصر محكمة دستورية العليا طبعا دي أعلى حاجة أعلى محكمة في مصر عندنا محكمة الإدارية العليا وعندنا محكمة النقط محكمة دستورية العليا بقى هي أعلى محكمة في مصر محكمة دستورية العليا أكبر محكمة النصف ليه بقى لأن هي سانك بتعايز أعرف ده فوقت تسأل حضرتك النهاردة إيه أكبر محكمة عشان برضه أعرفها يعني لأن هي الرقيب والأمين والحكم على دستورية القوانين هي اللي بترائب دستورية القوانين يعني ممكن تعدل قانون أو تلغيه متى صدر هذا القانون مخالف للدستور لو الدستور صدر من سلطة تشريعية مخالف للدستور وتم الطعن على هذا القانون قدام محكمة الدستورية العليا بعدم الدستورية تفصل في المحكمة الدستورية وتقدي بعدم الدستورية فورا ليه بقى في ساعة على حسب بقى الجلسة اللي هي بتحددها أخذي بقى لحضرتك وبالنسبة بقى يعني أنا بقول لي هي أكبر محكمة ليه لأنها ممكن تكون بتعديل القانون أو إلغاء قانون أما محكمة النقد أو محكمة الإدارية العليا تكون بتعديل حكم أو إلغاء بتعديل حكم أو إلغاء أو إلغاء لكن محكمة الدستورية العليا بتكون بتعديل قانون أو إلغاء قانون وليس حكم ومش حكم بالضبط كده في فرق جوهري طبعا أنا لازم كنت تعرف إيه أكبر محكمة في مصر بإجاز بسيط كده ما هي اختصاص هيئة قضايا الدولة؟ ومجلس الدولة؟ وما هي العلاقة بينهما؟ تمام بسؤال طويل وبيك شوفي أنا أقول لحضرتك على حاجة مجلس الدولة أطلق عليه بأنه حسن الحقوق والحريات حسن الحقوق والحريات ويقول عليه بعض الفكر برضو أنه الغوث الذي يلجأ إليه يفزع إليه الأفراد ما تظن أحدهم أنه مصدوب الحق من جهة الإدارة مجلس الدولة بينظروا منازعات التي تكون الدولة طرفا فيها أدبال حضرتك يعني المنازعة الدولة طرف فيها جهة الإدارية مثلا صدر القرار مثلا دد مثلا موظف فهنا هنا بطعا على هذا القرار قدام مين؟ قدام مجلس الدولة لأنه هو ممكن إذا مثلا وجد أن القرار الإداري ده مثلا يشوفه عيب في أحد أركانه سواء في المصلحة العامة أو ركن السبب أو ركن المقومة إلى ذلك لنوع فيه خمس أركان لو وجدت أن هذا القرار غير مشروع ومشروع بالبطلان وتم الطعن عليه خلال المدة القانونية يقوم المجلس الدولة بإلغائه بإلغائه آه مجلس الدولة ليه كذا كسم الكسم القضائي اللي هو بتكون يعني حقيقة المفاوضين الدولة ثم المحكمة التأديبية ثم المحكمة الإدارية ثم محكمة القضايا الإداري ثم المحكمة الإدارية العليا وبرضو بيقوم بالفصل في منازعات العقود الإدارية أحيانا الدولة بتبرم عقد مع جهة الإدارة يعني جهة الإدارة بتبرم عقد مع المسأل المقاول مثلا أقبل حضرتك فهنا إذا حدث أي اختلال في هذا العقد أو مثلا الدولة مثلا جهة الإدارة مثلا منفذتش بالتزاماتها فأنا برفع الأمر قدام مين مجلس الدولة مجلس هولي بيختص وبالنسبة لأقسام يعني مجلس الدولة عميق جدا يعني هو في أقسام تانية بقى مثلا كسم الفتوى وكسم التشريع في كل حاجة آه بالنسبة لأهي القضايا الدولة بيجاز بسيط أنه هي الدرع القضائي للدولة لحماية المال العائق تنوب على الدولة بالنسبة للقضايا التي ترفع من وعلى الدولة حينها الدولة ترفع أضايا وبيترفع عليها أضايا فهي القضايا الدولة هو نائب الدولة هو المسؤول عن الدولة ما هي نوب الدولة آه في الداخل والخارج في المستشار الدولة ده من دول حضرتك بالنسبة لأقضاء اللي ترفع على الدولة أو من الدولة وهي القضايا الدولة برضو من ضمن اخصاصاتها حماية المال العام لأنه زي ما قلت حضرتك أنها بتنوب عن الدولة وبتقوم برضو بالإشراف الفني على الإدارات القانونية على الإدارات القانونية في مستوى الجهاز الإدارة للدول وبتشرف برضو على العقود التي تبرمها جهة الإدارة هي اللي بتصيغ مثلا جهة الإدارة أحيانا إيه ما عنداش وسائل إمكانية أنها تبرم عقل فبترجع لمين بقى؟ بحيء قضايا الدولة بالضبط طيب الموضوع كبير موضوع كبير وما كنا محتاجين نعرف إيه أركان العقد المدني؟ أو كيف فيه كتابة الأقوط؟ الناس بتبعيزة تعرف يعني إذا خلقت بعقد أكتبه إزاي؟ والله أنا لما باجي بكتب العقد لازم يتوفر فيه بعض الأركان يتوفر فيه بعض الأركان زي إيه؟ أول حاجة مثلا ركن الرضا ركن المحل ركن السبب دي الحقيقة الأهم حاجة والشكلية إذا تطلبها القانون في بعض الأحوال بمعنى يعني عايزين نوضح للمشاهد زي يعني أصل في العقود أنها الرضائية إجاب كبول انعقد العقد طيب أنا عقد البيع ده مثلا أو مثلا عقد الإجار هل مثلا لازم أكتبه؟ لا الكتابة ليس لإنعقد العقد بل إثباته بل إثباته لكن تشتري مني من الموبايل ده أنا اشتريته إجاب كبول انعقد العقد على طول تمام الرضا الرضا والمحل اللي هو الشيء الواقع عليه العقد سواء بأن عايزها بيع بيت عايزها بيع بيت العين نفسه العين الشكلية بقى إيه بقى؟ الشكلية دي أحيانا المشرع المدني استوجب أن يكون العقد مبرم في شكل معين حتى يعني يقوم له قائمة بمعنى إيه؟ بمعنى أن المشرع المدني في عقد الشركة عقد الشركة عقد بيع السفينة العقد هنا لازم يكون مكتوب لازم يكون مكتوب يعني مش رضاء قبول مش إجاب كبول بمش موبايل ده عربية ده سفينة بالضبط كده آه يعني سفينة العقد بيع السفينة لازم يكون مكتوب عشان التمنها بيبقى كبير طبعا 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 لكن لو الحاجات اللي هي أرقام بسيطة بتيع عادي بالرضاء وكده لا إجاب كبول معقد العقد على طول أما الكتابة دي الإثبات الإثبات للملكية كبيرة بالضبط الله يبارك لحضرتك أما بقى بالنسبة لعقد الشركة ده لازم طبعا يكون مكتوب وإذا لم يكن مكتوب فطبعا عقد الشركة بيكون باطل بطلانا مطلق لفقدانه آه يعني ما ينفعش أقول ده جيب على العمارة اتطفني الورق بالضبط كده انت حتي فلوس واخد العمارة طبعا ما ما فيش ورق باطل لفقدانه أحد أركانه ده أهم رقم طبعا ورق هو الإثبات بالضبط طبع الأوراق هي إثبات أي شيء طبعا ما هي اختراحاتك في مجال القانون الإداري؟ اختراحاتي في مجال القانون الإداري هو الحقيقة اختراحاتي في مجال القانون الإداري يعني أنا أتمنى زي ما النيابة العامة النيابة العامة طبعا صاحبة الدعوة العمومية وحاجة يعني صاحبة رسالة كبيرة جدا النيابة العامة دي فزي ما النيابة العامة بتقوم بالاشراف على تنفيذ الأحكام الجنائية أتمنى يعني تمنياتي أن أنا برضو تكون النيابة الإدارية بتقوم بالاشراف على الأحكام الصادرة من مجلس الدولة من القضاء الإداري فرحفك آه جميلة يعني هو جميل أو نفس النيابة الإدارية يخول لها المشرع الاختصاص بالاشراف على الأحكام الإدارية وبرضو قانون مجلس الدولة قانون رقم 47 لسنة 1972 بالنسبة لأصل أي دعوة لها إجراءات يعني الإجراءات كيفية الإعلام مثلا المدعي عليه وما إلى ذلك من الأمور في القانون بتاع مجلس الدولة أحال في الإجراءات دي إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية يعني هنا ده مجال إداري وده مجال مرافعات المدنية والتجارية أنا نفسي جدا أن يتعمل مشروع مشروع قانون اسم الإجراءات الإدارية واختص بيها قدام مجلس الدولة مجلس الدولة في نزاع قدام مجلس الدولة أتبع الإجراءات في قانون مستقل اسم الإجراءات الإدارية دونا بقى اللجوء للمرافعات المدنية والتجارية حلو جدا اكترى شاطر حينينا بيحصل لابس بين جريمة السرقة والنصب إيه الفرق بينهم؟ جريمة السرقة هو يعني بكل بساطة جريمة السرقة إن هي اختلاص مال منقول مملوك للغير اختلاص مال منقول مملوك للغير بنيه تملكه عنوة أو خفية يعني السرقة قد تكون جنحة وقد تكون جناية السرقة البسيطة يعني مثلا إيه أنا ما غصبتكيش يعني مثلا يعني السرقة أحيانا السرقة البسيطة دي أنا خدت مثلا موبايلك من وراكي فدي حاجة اسمها السرقة البسيطة تعتبر جنحة تمام جنحة أما بقى النصب ده حاجة لا أما بقى السرقة بالإقراه بالإقراه دي بقى جناية تختص بنظرها يعني فيه سر ان انا خدت حاجة من ورا حد دي حاجة يعني اه دي بقى بسيطة يعني اسمها السرقة البسيطة اما السرقة بالاقراء دي تختص بقى محكمة الجنات وفيه حكم طبعا لمحكمة لمحكمة النقد عرفت ايه هو الاقراء عرفته بانه هو كله وسيلة قصرية تعطل او تعدم مقاومة المجن عليه طيب بالنسبة بقى للنصب النصب شوف انا قلت لحضرتك محل جريمة السرقة هو مال تمام باخده خفية او عنوة يعني من وراكي او غصب عندي تمام دي السرقة اما دي السرقة كده عشان هما يبقوا عارفين دي كده السرقة طب النصب اما جريمة النصب بكل بسيطة هو استخدام وسائل احتيالية وتدليسية من قبل الجاني تحمل المجني عليه بان يدفع او يسلم المال طوعية واختيارا من الى ايه الى الجاني دي قضايا شرف يعني قضايا قصدي يعني مثلا طبعا مسلا طبعا طبعا السرقة ومشتقطها وكل مالذيك يعني دي اعتبر النصب كده طبعا يا فندم السرقة والنصب من الحاجات الكبيرة طيب ده كده النصب الفرق بين السرقة والنصب ان السرقة حاجتين لكن النصب ده احتيال احتيال المجني عليه بيسلم المال للجاني طوعية واختيارا يعني سلم المال للجاني تحت تأثير الاساليب التدليسية والوسائل الاحتيالية التي تستخدمها الجاني اه طبعا طيب هل يجوز التصالح في الجنات ولا الموضوع بيبقى خلاص هل يجوز التصالح في الجنات شوف حضرتك هو بالنسبة للجنح اولا هو ممكن الجنح اغلب الجنح هتم التصالح فيها كمام اغلب الجنح هتم التصالح فيها قدأ بالمحكمة تنقض الدعوة الجنية بالتصالح اما بالنسبة للجنات وفقا للقاعدة العامة لا يجوز التصالح في الجنات ليه؟ بسبب خطورتها خطورتها عالم الجنح طبعا ولكن جاء المشرع المصري في عام 2015 وقام بتعديل تشريعه قال ايه بتعديل التشريع ما معناه يعني انه يجوز التصالح يجوز التصالح في جرائم الاعتداء على المال العام والعدوان عليه يعني جرائم الاعتداء على المال العام والعدوان عليه دي تلك الجرائم تلك الجنايات المستثناء التي يجوز التصالح فيها ده ممكن التصالح فيها اه طبعا يجوز التصالح فيها ده تعديل تشريع جديد ده وسيجوز مثلا مافيش قتل عام ده مثلا تقول لي تعالى تصالح فيه مافيش تزوير في محرات رسمية وتقول لي انا عايز تصالح فيه كاوضا واحدا لا يجوز التصالح في الجنايات مافيش تصالح مافيش تصالح مافيش تصالح يعني من الاركان العامة عشان تقول لي ان دي جريمة مافيش فاع تصالح طب شوف انا اقول اللي حضرتك على حاجة هي الاركان العامة لأي جريمة اه الاركان العامة لأي جريمة فيها ركن مدي وركن معنوي تمام? ركن مدي وركن معنوي الركن المادي يعني السيد القاضي عندما بينظر قدامه اي وقعة اي وقعة بشوف الاجراءات الاول الذي أقيمت بها تلك القضية منظورة أمامه هل هي الإجراءات صحيحة ولا لا؟ هل هي الإجراءات جاءت وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية من عدمه؟ يعني مثلاً لازم يتحقق من النموذج الذي رسمه القانون حتى يتطرك السيد القاضي إلى موضوع الدعوة ده بالحضرتك على سبيل المثال مثلاً لو أنا مثلاً روحت عملت محضر مثلاً بقول مثلاً ده ابن عمي فلان فلاني ضربه طيب أنت إيه هنا صفتك أو مصلحتك في تحرير المحضر ده ولا ليك صفة ولا ليك مصلحة ولا أي حين وإنت لازم برضو السيد القاضي بيبص على الإجراءات التي أقيمت بها الدعوة يعني المحضر يتعامل إزاي؟ على سبيل المثال نص قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز تفتيش المنازل إلا بإذن قضائي مسبب إذن قضائي مسبب أو بالرضاء تمام؟ حتى محكمة دستورية العليا حكمت بعدم دستورية نص المادة في قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تبيح تفتيش المنازل في حالة التلبس إذن هنا حتى لو أنا يعني لا مش أركان الجريمة أنا لسه ما دخلتش في أركان الجريمة لسه آه فهنا السيد القاضي مثلا لو تم دخول المنزل أو أي عقار دون إذن من النيابة العامة أو قادة تحقيق على حصد من هو الذي يتولى التحقيق دون إذن هنا الإجراء باطل وكل ما يترتب عليه فهو باطل حتى لو لقيت عندي أصار في البيت هو الأول باطل ما يبني على باطل فهو باطل خلاص فالقاضي هنا يبقى إيه بيحكم بالبراءة دون أن يتترك للموضوع المحضر أساسا الباب أساسا من بره بويز فأنا مش هدخل في المحضر خلاص يجد بالبراءة الإجرائية تمام بالنسبة لأركان من الجريمة بقى الإجراءات جات تمام تمام الإجراءات اللي يتعامل بقى من محضر تمام نعم اللي قد يبقى إيه بيخش الموضوع الجريمة بيشوف أركان الجريمة هي متوفرة ولا لا أركان الجريمة ركن مادي وركن معنوي الركن المادي بيتكون من الفعل فعل والنتيجة الإجرامية وعلاكة السببية بين الفعل والنتيجة يعني اللي أولا هذا الفعل ما كانت فيه نتيجة هذه النتيجة أخذ بالحضرتك ده الركن المادي بتكون من ثلاثة العناصر دول أما الركن المعنوي بتكون من القصد الجنائي والخطأ الغير عمدي القصد الجنائي هو اتجاه إرادة الجاني الأحداث النتيجة الإجرامية مع العلم بكافة العناصر المكونة للجريمة ده الركن المعنوي بتكون من حاجة أخرى عنصر آخر قالوا هي الخطأ الغير عمدي ودي بقى بنشوفها في إيه في أكتر الجرام زي قتل الخطأ سواء كان ناتج بقى على الرعونة أو عدم احتراز أو عدم مخالفة القوانين واللوائح ومن إلى ذلك من الأمور ركني كتير آه آه ركني مادي ركني معنوي آه أنا مبسوطة جدا بالمعنون السامينة دي أنا بجد والله يعني أتمنى أن أنت تطلع معايا في حلقات تاني كتير ولولو وقت البرنامج بص إحنا كنا تكلمنا في كل استشارات القانونية اللي كلنا محتاجين إن احنا نعرفها أنا مبسوطة جدا بالوقاء معاك النهاردة وإن شاء الله هستضيفك في حلقات تانية كتير والناس يبعتوننا على الخاص الأسئلة اللي محتاجينها ونفتح تليفونات ونرد عليهم طبعا نور تاني معايا المستشار وإن شاء الله لنا لقاءت كتير مع بعض أعزائي المشاهدين بشكرك على حسن انتبعيكم بالنامجاناش هسع استنوني الجمعة اللي جاي اشتركوا في القناة